دعا رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود البلخار إلى فتح حوار سياسي وطني شامل يجمع كل ألوان الطيف السياسي لتحقيق المزيد من الضمانات والمكاسب ولخلق رؤية وطنية مشتركة حول الأولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية جاء ذلك خلال لقاء مع أطر حزبه في ولاية جورغا الجنوبية البلاد الدعوة لإجراء حوار سياسي عبرت عنها سابقا عدة أحزاب سياسية بعد انتخابات 2019 التي أوصلت الرئيس محمد الشيخ الغزواني للسلطة غير أن السلطات الجديدة نفت أكثر من مرة وجود ضرورة لإجراء حوار سياسي جديد وتفضيلها للتشاور مع المعارضة وهو ما تجسد في عقد عدة لقاءات بين الرئيس وقادة الأحزاب والقوى المعارضة ويعتبر مسعود البلخار أبرز للقادة السياسي خلال العقود الماضية وقد دعم في الانتخابات الأخيرة الرئيس محمد الشيخ الغزواني ودخل في تحالف غير مباشر مع الرئيس السابق محمد العبد العزيز طيلة السنوات العشر الماضية دعوة البلخار لإجراء حوار سياسي بشأن الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتوقع أن يعطي زخما لمطالب الحوار لكن هل سيقنع السلطات الموريتانية بإجراء حوار سياسي يتوقع أن تتمخض عنه تنازلات ومكاسب للمعارضة في ظل ما يوصف إعلاميا بحالة الهدوء والتطبيع بين النظام والمعارضة من المستبعد وفق بعض المراقبين أن تقبل السلطات الحالية التوجه لحوار جديد خاصة أن غالبية أحزاب المعارضة منخرطة في آلية التشاور المنبثقة عن لجنة كورونا وقد أصدرت هذه القوى التي تمثل الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء حزب تواصل وتضم ممثلا عن حزب التحالفي الشعبي التقدمي أصدرت وثيقة تسعى إلى التهيئة لأرضية مواتية لنقاش القضايا السياسية الجوهرية للبلاد حزب تواصل أكبر أحزاب المعارضة تمثلا في البرلمان رفض المسار الذي يتجه إليه التنسيق مع الحكومة بشأن جائحة كورونا وقاطع اجتماعات الأحزاب الممثلة في البرلمان قبل أن يكشف عن تحالف معارض جديد يأخذ فيما يبدو مواقف أكثر حدة ويعزز وفق بيان صادرا عنه قيام المعارضة الديمقراطية بكامل دورها بفعارية وتنسيق الأحزاب الموقعة على البيان هي أحزاب تواصل والصواب والمستقبل والقوى الجمهورية